موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم ومشاهدين الكرام في كل مكان نحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم مجمل القول لهذا المساء وننتقل مباشرة إلى عنوينها موسيقى الثلاثاء القادمة الخامس من نوفمبر الرياض تشهد على اتفاق الأطراف اليمنية موسيقى المظاهرات اللبنانية تهديدات جديدة بحجب المساعدات الأمريكية عن الحكومة اللبنانية موسيقى موسيقى وفي العراق التنديد الدولي لاستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين موسيقى أهلا بكم من جديد تشهد العاصمة الرياض يوم الثلاثاء القادم مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وحضور الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي وسمو ولي عهد أبو ضبي الشيخ محمد بن زايد حيث يشكل هذا الاتفاق منعطفا مهما في نبذ الفرقة وتوحيد الجهود للصالح اليمني للمزيد نتابع التقرير التالي ونعود إلى الاستوديو ومحاورنا في هذه الحلقة موسيقى وصلت إلى مدينة عدن الدفعة الثالثة والرابعة للقوات العسكرية السعودية على متن سفينة تحمل على متنها عشرات المدرعات والأهليات والأطقم العسكرية حيث باشرت تمركزها في القصر الرئاسي بمديرية كريتر في العاصمة المؤقتة عدن بعد يوم على وصولها المدينة عقب انسحاب القوات الإماراتية ضمن خطة إعادة التموضع للتحالف العربية اليوم هناك دفعة أخرى هي الدفعة الثالثة والرابعة من القوات المكلفة بحماية عدن وعادة تتبيت الأمن والاستقرار وصلت إلى العاصمة عدن وهذا اندل على شيء إنما يدل على مدى الاهتمام الذي توليه المملكة العربية السعودية للمحافظات المحررة والإعادة تطبيع الحياة في هذه المحافظات آليات عسكرية ثقيلة تابعة للقوات السعودية إلى جانب عشرات الجنود باشروا في الانتشار والتمركز في محيط قصر معاشيقة تمهيدا لعودة الحكومة اليمنية عقب التوقيع على اتفاقية الرياضة المقررة يوم الثلاثاء القادم وصول الدفعة الأولى والدفعة الثانية والثالثة من القوات العربية السعودية هي تأكيد على أرض الواقع أن الاتفاق سيكون منفذ بكل حذافيرة لاتفاق الرياض الذي ينهي الخلافات ما بين الأشقاء في الفصائل ما بين الشرعية والمجلس الانتقالي انتشار وإن بدى سريعا فإنه يقطع الطريق على كل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة حيث يأتي لطمأنة الشارع اليمنية بأن الوضع الأمنية والاقتصادية لن ينفلت بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدن مرغى النبيل لتلفزيون المملكة العربية السعودية عدن حياكم الله من جديد وننطلق في محورنا الأول من هذه الحلقة وفي البدء أرحب بضيفي هنا ضيفي في الاستيديو الدكتور نجيب غلاب وكيل يزارة الإعلام اليمني أهلا وسهلا بك ومعنا أيضا عبر الاتصال الفضائي من جدة ضيفنا الدكتور خالد باطرفي من جدة المحلل والكاتب السياسي أهلا وسهلا بكما معنا في هذه الحلقة لعلي أبدأ من الدكتور نجيب دكتور نجيب الثلاثة القادم سيشهد محطة جديدة في الخلاف اليمني برعاية سعودية كيف تعلق على هذا الأمر وما هي أبرز النقاط التي سيحتويها ويتضمنها هذا الاتفاق اتفاق الرياض هو من ربما يأتي في سياك تكتيل القوة الوطنية المناهضة للحوثية يعني تحت مظلة الشرعية وتجاوز الخلل والصراعات والفرقة والصراعات الجانبية العبثية التي يعني هي تضعف الجميع وتضعف الشرعية نحن واجهنا مشاكل كثيرة في الفترات السابقة ربما هذا أضعف ثقة الناس بالشرعية وهذا الاتفاق أنا أعتقد أنه سيمكن الشرعية من توسيع قاعدتها الشعبية أيضا سيتجاوز كاف يعني الخلافات المحورية والجوهرية التي أنتجت أحداث عدن وهذا الاتفاق هو كان اتفاق ضرورة واتفاق إجباري لا مفر منه لو لم يكن هذا الاتفاق أننا نحن اليوم نعيش حرب أهلية في المناطق المحررة بما يعني فشل أهداف المعركة وربح الحوثي وربما تنامي خلايا الإرهاب بالذات في المناطق المحررة وهذا بالمجمل كان سيؤثر بشكل كبير على أهداف المعركة ركزت اتفاق الرياض على بناء التوافق توافق بين الأطراف اليمنية بحيث ما يساعد على تثبيت أركان الدولة وبالتالي نحن في مرحلة جديدة في مسألة تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة هو توحيد القرار من خلال المؤسسات التركيز على الشراكة في الحكم والشراكة في إدارة المعركة أيضا التركيز على مكافحة الفساد وهذا ربما من أهم الملفات لم يكن هناك محاسبة ولا عقاب اليوم سيتم تفعيل المؤسسات المختصة بمراقبة الموارد أيضا مسألة الموارد وتأهيلها وموارد الدولة وتنميتها هذا أيضا من أهم النقاط أهم من كل ذلك هو إعادة بناء المؤسسة العسكرية وهيكلتها وأيضا هيكلت المسألة الأمنية بالكامل بالذات في عدن وفي المناطق المحررة الأهم أيضا أنه دور السعودي مهم في هذا أكثر نجيب العلنة نعود مرة أخرى إلى الدور السعودي لكني أستأذنك وأستأذن للمشاهدين الكرام للخروج في فاصل إعلان قصير ثم نعود لمواصلة الحلقة أهلا وسهلا بكم الجديد مشاهدين الكرام ننتقل إلى ضيفي في جدة للحديث عن الملف اليمني والاتفاق الذي سيوقع إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم ضيفي الدكتور خالد كيف تعلق على الدور السعودي والذي دائما ما يقود الفرقاء العرب إلى الاتفاق ودائما يجبع بين كلمة أي خلافات عربية نعم أخي الكريم هذا انتصار كبير للدبلوماسية السعودية وللدور السعودي في رأب الصدع ليس فقط في اليمن الشقيق ولكن قبل ذلك رأيناه بين الفلسطينيين وبين اللبنانيين وغيرهم في الأمة العربية بل وحتى خارجها بين إيرتريا وإثيوبيا على سبيل المثال بين الأخوة الصومالين المملكة دائما ما تبادر إلى تقديم العون والمساعدة لحل الإشكالات بين الأشقاء ودورها دائما مطلوب ومرغوب لأنها تنطلق بحسن النواية ليست لها مصلحة خاصة في أي خلاف وتتميز بالحكمة والتعقل وتقوم بدورها بدون إدعاءات أو أنتريات أو محاولة لكسب الأضواء وهذا ما أكسبها ثقة الجميع في اليمن رأينا ثقة أفرقاء مختلفين في تفاصيل كثيرة ومع ذلك اجتمعوا جميعا في جدة بمجرد أن جاءهم النداء من الحكومة السعودية جاءوا كساهمة السعودية والإمارات في تقريب وجهات النظر وفي الوصول إلى حلول جدرية لمشاكل كانت تبدو مستعصية خلال السنوات الماضية ومع ذلك فضل الله وحكمة ولاة الأمر وفضل تعاون أيضا الأطراف جميعا استطعنا أن نقرب من المواقف المختلفة حتى داخل الفصيل الواحد يعني الأخوة في الجنوب ليسوا جميعا على قلب رجل واحد هناك عدة مكونات في الجنوب المجلس الانتقالي بربما يكون أبرزها ولكن هناك مكونات أخرى أيضا شاركت كان بينهم اختلافات والجميع اتفق على ما تم الاتفاق عليه ونأمل أن نرى يوم الثلاثاء إن شاء الله أن نسمع أخبار سارة تسعد قلوب الجميع في اليمن الشقيق صحيح أعود مرة أخرى للدكتور نجيب الدكتور نجيب لا شك أن هذا الاتفاق سيشكل نقلة نوعية في كثير من المسارات فيما يخص الشأن اليمني وقد أشرت إلى الموارد التي تكتسبها الدولة اليمنية وأيضا بناء مؤسسات جديدة وانتقال أو عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن يعني ما هو تعليقكم وماذا تريد أن تضيب في هذا الشأن؟ أولا ما يهم في هذا الاتفاق هو التوافق بين الأطراف المتنازعة هذا المسألة يعني واجهناها لفترات خلال الفترة منذ تحرير عدن حتى اليوم وكان عندنا مشكلة في مسألة كيف بالإمكان بناء توافق بين القوة المناهضة للحركة الحوثية وجمع كلمتهم كانت أحداث عدن يعني ربما هي الأزمة التي يعني وصلت الأزمة إلى ذروتها وبالتالي كان لابد من حل لمواجهة كافة الإشكاليات التي نواجهها في الواقع البعد السياسي كان مهم أن يتم بناء شراكة وأيضا أن يكون هناك حكومة تقليص الحكومة أيضا تثبيت مؤسسات الدولة وعملها من الداخل من عدن كعاصمة مؤقتة أيضا مسألة العسكرية والأمنية كان هناك ازدواج في القرار كان هناك قوة عسكرية وأمنية تشتغل خارج إطار وزارة الدفاع وخارج وزارة الداخلية لكنها كانت ضمن إطار المعركة فيما يخص محاربة الحوثي وبالتالي كان مهم توحيد القرار بالذات نحن في معركة كبيرة ومصيرية وأيضا تنازع القرار في المسألة الأمنية والعسكرية يقود إلى صراعات وما حصل في عدن هو نتيجة هذا الازدواج وبالتالي أصبح اليوم كل القوة العسكرية والأمنية ضمن إطار مؤسسات الدولة تبع الدفاع تبع الدفاع والداخلية تبع الداخلية المسألة الأهم أيضا معيشة الناس والمسألة الاقتصادية يعني فيه تركيز مهم على تنمية موارد الدولة هنا كان كثير من النفط لم يعني كان فيه إشكاليات فيما يخص تصديرها وأيضا الغاز مسألة تحصيل الموارد فيما يخص الجمارك والضرائب الآن هناك سيكون هناك حكومة ومؤسسة تعمل في الميدان وقادرة على توفير الموارد وبالذات أنه معيشة الناس أيضا فيه تركيز كبير عليها في الاتفاق باعتبارها تأتي في سياك تطبيع الأوضاع وبناء النموذج الجاذب لأنه كان عندنا إشكالية أنه الصراعات الجانبية في عدن وعدم وجود المؤسسات وفاعلياتها في الميدان كان يؤثر كثير على سمعة الشرعية وحتى على سمعة التحالف وبالتالي هذا خط جديد للتصحيح وتقويم المسار بالكامل في كافة الجوانب ومعالجة كافة الإشكاليات التي كنا نواجهها في الفترات السابقة وأيضا دخول أيضا التحالف وبالذات السعودية أيضا أصبحت محكم بين هذه الأطراف وشريك في الوقت نفسه وهذا ربما هو ما ساعد على الوصول إلى اتفاق الرياض هل سنشهد تغيير وزاري وحكومة جديدة على إثر هذا الاتفاق؟ نعم هو إحدى مرتكزات وأهداف الاتفاق الرياض هو عادة بناء الحكومة هناك 24 وزير وهو قلص عدد الوزارات دمج بعض الوزارات أيضا مسألة توزيع الشراكة بـ 50% للجنوب و50% للشمال أيضا التركيز على أن يكون الوزراء من ذوي الإختصاصات ومن الشخصيات التي متوافق عليها من الأطراف جميعها وبالأخير الحكومة مرتبطة يعني سيعينها رئيس الجمهورية وهو الآن يعني بذل الرئيس جهود كبيرة حتى كان في اختلاف في اتفاق الرياض لكن للأمانة يعني الأطراف اليمنية بلا استثناء سوى الجانب الشرعي أو المجلس الانتقالي الجميع راهن على المستقبل وقدموا تنازلات يشكر عليها جميعا لكن هذه التنازلات هي لمصلحة الشعب ولمصلحة الكل ولصالح تحقيق أهداف المعركة وأيضا تسهم كثيرا في تطبيع الأوضاع والخروج من المشاكل التي هي مشاكل طبيعية نتيجة الحرب ماذا عن الأطراف التي ستدخل في هذا الاتفاق غير الأطراف اليمنية وأيضا المملكة العربية السعودية بحكم أنها راعية لهذا الاتفاق سيشهد الحضور الشيخ محمد بن زايد وأيضا أطراف أخرى هل حدثنا عن هذه الأطراف؟ وهذا الحضور الرسمي العالي المستوى يعني مهم نظرا لأهمية هذا الاتفاق يعني القيادة العليا في السعودية وفي الإمارات وفي اليمن سيكونوا حاضرين لهذا الاتفاق وهذا الحضور هو مهم نظرا لأن ما يهم ليس اليوم ما هو في الاتفاق هو التنفيذ الحضور العالي المستوى هو رسالة واضحة أن هذا الاتفاق لا بد أن ينفذ ويطبق وهناك آلية واضحة وتزمين موجود داخل الاتفاق وأنا أعتقد أنه سيكون أيضا الأمم المتحدة وبعض سفر الدول الرائعة للعملية السياسية في اليمن وسيحضر كثير من السياسين اليمنيين هذا الاتفاق يحظى بتوافق كبير سوى داخل أطراف الشرعية أو حتى داخل القوة الجنوبية كالمجلس الانتقالي وغيره وأيضا مؤيد ومدعوم ومساند من السعودية والإمارات وأيضا مجلس الأمن أكد على حوار جدة وضرورة الوصول إلى اتفاق بمعنى أنه اتفاق مدعوم من الداخل ومؤيد شعبيا وأيضا مؤيد من الإقليم ومن الأمم المتحدة وهذا سيجعل القوة السياسية والأطراف اليمنية أكثر التزاما في تنفيذها نعم الدكتور نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام اليمني شكرا جزيلا لك وليوجودك معنا في المحور الأول من هذه الحلقة نشكرك جزيلا الشكر وأيضا الشكر يمتد إلى ضيفي في جدة الدكتور خالد باطرفي والذي ندعوه للبقاء معنا على عمر هذه الحلقة ليستمر معنا في المحورين القادمين شكرا جزيلا نتوقف مع فاصل ثم نعود لمواصلة هذه الحلقة أهلا وسهلا بكم من جديد بعد استقالة حكومة الحريري التي عادها البعض صفعة لبعض الأطراف التي تسيطر على القرار اللبناني لا تزال الحكومة اللبنانية تتأرجح في بياناتها التي لم تقنع الشارع اللبناني بل ذهب البعض إلى أن بعض التهديدات من حزب الله ورئيسه لم يعد يخيف اللبنانيين ولا يؤثر أو لا تؤثر اتهاماته البالية في النيل منهم أو ردع إغادتهم للمزيد نتابع التقرير التالي ثم نعود لهذا المحور فيما لا يزال لبنان تحت وطأة أزمة سياسية تتمثل باستقالة الحكومة وأزمة شعبية امتدت على كامل مساحة الوطن تقريبا تمثلت بمطالبة اللبنانيين بإجاء إصلاحات جذرية على كل مستويات ترددت أصداء قرار اتخذته إدارة الرئيس دونالد ترامب وقضى بحجم مساعدات أمنية عن لبنان تقدر بمئة وخمسة ملايين دولار وذلك بعد يومين من استقالة إيس الحكومة سعد الحرير من منصبه وفيما لم يصدر أي تعليق رسمي لبناني على هذا القرار بسبب استقالة الحكومة ساد الاستغراب الأوساط السياسية بسبب البطء في إجراء الاستشارات النيابية المرزمة التي ستؤدي إلى تكليف من سيشكل الحكومة الجديدة المطلوب اليوم يسمعوا للناس نزل مليون لبناني على الشارع قال لهم بدنا حكومة حيادية من الاختصاصيين عليهم أنه يعملوا استشارات وبهالاستشارات يقولوا لرئيس الجمهورية كل النواب يقولوا لرئيس الجمهورية بدك تستجيب لإرادة الناس وتكلف رئيس حكومة حيادة ما هي توقعات المراقبين بشأن الحلول للأزمة التي اندلعت في السابع عشر من الشهر الماضي أعني الكهرباء والماء الشفاء وأيضا النقل المشترك والنفايات وحتى المرافق والاتصالات وليش لا كمان المطارات لأنه يمكن أن يلزم مطار جديد في لبنان لشركة خاصة مطار الإقلاعات مثلا هذه من ناحية وبهذه الطريقة نكون قد ضخينا في الاقتصاد ما لا يقل عن عشرين مليار دولار من دون ديون التظاهرات التي شهدها لبنان على أسع نطاق ستتكرر في الساعات الأربع وعشرين الساعة المقبلة ما يعني أن المتظاهرين لن يتجاوزوا مطالبهم المطروحة والتي يتقدمها الآن مطلب تشكيل حكومة تحضى بسقاتهم اللبنانيون يترقبون كيف سيتم تشكيل حكومة جديدة تقنعهم بأن صوتهم صار مسموعا كي لا ترتفع صوتهم مجددا في ساحات التظاهر أحمد عياش لبرنامج مجمل القول بيروت أهلا بكم من جديد ونرحب بضيفينا في جدة الدكتور خالد باطر في الكاتب والمحلل السياسي وينضم إلينا من بيروت الأستاذ حنى صالح المحلل السياسي أهلا وسهلا بكم جميعا ولعلي أبدأ هذا المحور من بيروت من ضيفي في بيروت واشنطن أوقفت 105 ملايين دولار كانت تدعم بها الجيش اللبناني هذا النوع من الضغط إلى ماذا سيؤدي بدون شك هذا الضغط في هذا التوقيت مؤسف موضوع الجيش كان يجب أن يبقى بعيدا عن هذا الضغط خصوصا وأن الجيش يتعرض لضغوط كبيرة من جانب قوى حزبية من جانب حزب الله من جانب القوى المؤيدة للمحور الآخر وحتى الآن اتخذ الجيش مواقف إيجابية لكن بأي حال يسأل عن حجز هذه الأموال كل السلطة السياسية التي ارتاحت إلى الوضع السابق أن يكون القرار بيد حزب الله وبيد إيران تتصرف بالوضع اللبناني كما تشاء وبالتالي هناك موقف واضح غربي عربي موقف واضح عام أنه لا يجوز أن تستمر السلطة السياسية بالتنكر لمصالح اللبنانيين وتراهن على أن يحصل لبنان على الدعم المطلوب نعم دكتور خالد لعل الأحداث الأخيرة تقود المشهد اللبناني إلى الجانب المالي والاقتصادي بشكل أكبر منه في الجانب السياسي استقالت الحكومة في الفترة الماضية ربت بالكرة في ملعب رئيس الجمهورية وإلى الآن لا زالت الأمور لا تشي بمزيد من الحلول على الأقل في القريب المنظور كيف تعلق على هذا الأمر المشكلة في لبنان هي نظام المحاصصة الطائفية الذي وضع القرار أو قرار اختيار الوزراء والمسؤولين في يد زعماء الطوائف وبالتالي رئيس الجمهورية يجب أن يأتي من الطائفة المارونية البرلمان يجب أن يأتي من الطائفة الشيائية ورئاسة الوزارة يجب أن تأتي من الطائفة السنية وتتوزع الوزارات على هذا النحو وبالتالي لم يكن هناك تركيز على كفاءة الوزير وعمد قدرته وعلاقته بالمنصب الذي هو فيه لأن الأمر كان متروكا لزعيم هذه الطائفة أو تلك الذي قد يختار رجل مثل باسيل الذي لا يملك كفاءة ولم يفوز حتى في انتخابات نيابية ولكن لمصاهرتي لرئيس الجمهورية أصبح هو المتحدث الرسمي باسم إيران في المحافل والمؤتمرات الدولية والعربية وأحرج بلاده التي قررت النائب النفس عن كل الخلافات وأقحمها فيما ليس له علاقة بلبنان أو تحقيق مصلحة لبنان واليوم يقف الرئيس عقبة في طريق استقالة أو تغيير مجلس الوزراء والاتيان بوزراء متخصصين في مجالاتهم بسبب وجود هذه العقبة الكؤود وهو صهره الذي يتطلع لأن يكون في يوم ما رئيسا للجمهورية هذه المشكلة التي جعلت الشعب يثور بكل طوائفه خرج من النبطية جنوبا ومنصور وصيدا إلى طرابلس إلى بعلبك مرورا ببيروت يعني غطى كل مناطق لبنان بكل طوائفة الجميع حمل علم لبنان وأنشد النشيد الوطني بعيدا عن أي طائفية وهذا الشيء ربما لم يحصل قبل اليوم إلا بعد اغتيال الرئيس الحريري رحمه الله عندما خرج أيضا الشعب اللبناني بكل طوائفه ليعترض على وصاية حزب الله وإيران على الدولة واغتيالهم لرئيس وزرائه نعم أعود مرة أخرى إلى الأستاذ حنّة صالح أستاذ حنّة هذه الضغوط الدولية التي تمارس على الحكومة اللبنانية إضافة إلى الشارع الذي لا زال يعني يقوم بضغط كبير على الحكومة وقد يعني أكد هذا الضغط استقالة الحكومة يعني هل سنرى في القريب أي تدخل أو أي حل حقيقي من قبل رئيس الجمهورية لتكوين هذه الحكومة حكومة التكنقراط التي يدعو إليها الكل لإخراج لبنان من هذا المأزق نحن في اللحظة الراهنة البلاد مشتورة شطرين القسم الأول هو الناس الموجودين في الشارع من شمال لبنان إلى جنوبه ومن شمال البقاع إلى غربه وجنوبه نعم وبالمقابل هناك حزب الله وقد التحق به التيار العوني برئاسة رئيس الجمهورية القوى الأخرى واقعيا قوى تلاشت وغير مؤسرة في الشارع منذ أن انطلقت هذه الثورة الاستثنائية التي لم يعرفها لبنان من قبل كل الخطب التي استمعنا إليها من رئيس الجمهورية من حسن نصر الله ومن الجميع قالت كلام أنها تتفهم المطالب لكن في نفس الوقت هناك تنكر للدستور هناك عمل وراء الكواليس من أجل تغيير طربيش من أجل حكومة تحمي المبقات كما كنا في السابق ما أسمى حسن نصر الله حكومة سيادية يريدون أن يكونوا كأحزاب طائفية سياسية هم وحدهم في الحكومة وحكومة غير ممثلة للناس وهنا الأزمة الأساسية حتى اللحظة رئيس الجمهورية لم يواجه الدعوة لاستشارات النيابية وتحدث بيان قصر بعبداليوم عن ضرورة إيجاد مقاربة للاستشارات ما هي هذه المقاربة؟ لم ينص الدستور على مقاربة الاستشارات هي ملزمة ويكلف رئيس الحكومة المكلف بالبحث في توليفة الحكومة إنهم يؤلفون حكومة ويفرضونها على من سيقبل التكليف وهنا تكمل الأزمة والأزمة ستشتد والشارع سيصاعد من تحركه نعم كنت سأسأل هل سيقبل الشارع بهذا النوع من الحكومات؟ اليوم وأمس هناك تحضيرات في الشارع لمزيد من التحرك اليوم يوم الشمال يوم طرابلس الكبير غدا يوم الساحات في لبنان الأسبوع القادم سيكون أسبوع تحرك كبير الشارع يريد حكومة من أصحاب الكف النزيح من أصحاب الكفاءة بمعزل عن أي تسمية تانية وحكومة مصغرة تحمي القضاء كي يقوم القضاء ببدء عمليات محاسبة جدية وتحضر هذه الحكومة لقانون انتخاب جديد من أجل انتخابات مبكرة يجب إعادة تكوين الدولة يجب تقصير الولاية هذه الولاية لا يجب أن تستمر هذا هو رأي الشارع الموضوع بدأ بمحرك اقتصادي لكن بالعمق هو تحرك سياسي كبير من أجل استعادة الجمهورية المخطوفة من هنا نفهم هذا التطاول من جانب الخامناء ومن جانب إيران وهذا التحريض على الشعب اللبناني الذي يقوم بتحرك سلمي بتحرك لا عنفي من أجل استعادة حقوقه ووقف مرحلة من امتهان الكرامات التي طالت الأكثرية السائقة من اللبنانيين بأي حال كمتابع لما يحصل في الشارع وداعم لما يحصل في الشارع البحث يدور أنه أيا كانت الحكومة سيبقى الشارع في وجهها لأن الإدارة مدخمة بأزلام الأحزاب الطائفية الذين يديرون الفساد وشبكات الفساد ولا بد من انتخابات النيابية هي المفصل الشارع الآن لو أتيحت إمكانية الانتخابات النيابية سيتغير وجه لبنان أكثرية اللبنانيين سحبوا الثقة من هذه الطبقة السياسية وعمليا عندما تم إسقاط الحكومة حرم حظب الله من غطاء كبير وبأي حال هذه الحكومة حكومة العهد الأولى شكلها حصن نصر الله ليترأسها سعد الحريري لم تكن حكومة سعد الحريري ولا يوم في الشارع يقولون سيد حنة سأعود لك مرة أخرى لنتحدث عن هذا الأمر لكن أعود مرة أخرى إلى ضيفي في جدة دكتور خالد دكتور خالد أشار ضيفنا من بيروت إلى الانتخابات النيابية إلى أي مدى ستكون الانتخابات النيابية هي مخرج أو على الأقل مهد أو ستخرج اللبنان من هذه الآزمة التي يعيشها هناك شرط أساسي لهذه الانتخابات هو تغيير نظامها لأن النظام صممه وهندسه وحزب الله ليخدم أهدافه وليصعد من خلاله منشحي وهو نظام فاسد ولذلك يطالب الشعب بتغييره أولا ثم إجراء انتخابات ستضمن أن القادمين الجدد هم مستقلين وباستطاعتهم أن يصلوا إلى مقاعدهم النيابية بدون دعم من الأحزاب التقليدية وبدون أن يكونوا ممثلين لأي طواف الشخص يطلع بمجهودي بكفاءتي ببرنامجه الانتخابي وليس لمجرد رضاء هذا الزعيم عنه أو ذاك نعم سيد حنى أريد أن أعود مرة أخرى إلى الشق الاقتصادي فيما يخص لبنان لبنان على شفة الهاوية الاقتصادية كما يقول المحللون والابتصاديون لكن نرى حسن نصر الله في خطابه بالأمس يقول أنه قادر وحزبه قادر على الاستمرار في دفع الأجور والخروج من الأزمة المالية في لبنان حتى وإن سقطت العملة اللبنانية كيف تعلق على هذا الأمر؟ بدون شك لديه الكثير من المال النظيف المال الطاهر الذي يصل من طهران ولديه الكثير من الإمكانات إمكانات الدولة اللبنانية التي وضع يده عليها وساهم بأخذ البلد إلى حال من الانهيار لبنان بصراحة ليس فقير البلد منهوب هناك حديث عن نهب طال مئات المليارات وأريد أن أشير إلى أن نادي القضاة بلبنان وهو يمثل سلس قضاة لبنان تقدم بمذكرة واضحة وفق القانون 44 على العام 2015 حول مكافحة التهريب وطبيض الأموال إلى مصر في لبنان وطالب بإجراء حج احترازي على مئات الحسابات لكل أفراد الطبقة السياسية وعائلاتهم نعم سيد حنة لكن أيضا نحن نرى أن إيران تقف في أزمة اقتصادية كبيرة وخانقة لا تستطيع من خلالها تسير أمورها الاقتصادية في الداخل الإيراني فكيف بحزب الله أو أذرعها في الشرق الأوسط هنا أريد أن أشير إلى مسألة التهرب الضريبي والاقتصاد الأسود والاقتصاد الموازي يعادل سنويا ما يزيد عن حرمان الخزينة من نحو 5 مليارات دولار هناك 130 معبر للتهريب هناك خطوط للتهريب في مرفق بيروت والمطار الدولي أقام حزب الله الاقتصاد الموازي وهو القوة الاقتصادية الأكبر باتت وحتى اللحظة بكل أسف حتى في الورقة الاقتصادية التي تحدث عنها الرئيس الحريري مؤخرا لم يتم التطرخ إلى هذا الهدر الكبير إلى الاقتصاد الأسود إلى الاقتصاد الموازي حيث كل الجهات الاقتصادية تؤكد أن الاقتصاد الأسود يحرم الخزينة من عائدات نحو 40% من إجمال الناتج الناتج هو يفوق الـ 50-52 مليار بالعكس هو فوق الـ 75 مليار لكن ما يسجل فقط 50 مليار يتم أخذ عليهم بعض الضرائب وليس الضرائب كاملة لأن هناك محميات بكل أسف وهذر بكل أسف والأموال لا تصل للخزينة أريد أن أسألك سيد حنسي نعم أريد أن أسألك الآن إيقاف حساب إحدى القنوات التابعة لحزب الله على تويتر يعني هذا نوع من أنواع الضغط الجديد التي تمارس على حزب الله والتي يمكن أن تسهم ولو بشكل بسيط في إيجاد حلول لهذه القضية كيف تعلق على هذا الأمر؟ إشارة معبرة لأن هذه الحسابات هي حسابات تحريد لأن هذه الحسابات تدعو للفتنة وحسابات لا تقيم وزنا للقيم قيم الجمهورية قيم البلد وقيم اللبنانيين وأصبت اللبنانيون الآن قيما كبيرا هذه الحسابات نافرة هذه معبرة هذه الخطوة التي اتخذت وإن كنا من حيث المبدأ ندعم بقوة أن يبقى حرية الإعلام لكن الإعلام أيضا يحمل مسؤولية لأنه الحرية يجب أن تقترين بالديمقراطية نعم سيد حنان صالح من بيروت محلل سياسي شكرا جزيلا لوجودك معي في هذا المحور محورنا الثاني من هذه الحلقة والشكر موصول لضيفي في جدة دكتور خالد باطرفي وندعو للبقاء معنا إلى المحور الثالث نتوقف مع فاصل ثم نعود إلى محورنا الثالث إلى العراق حيث نددت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية بالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين والتي قدرت بالمئات وطلبت من الحكومة العراقية لإفصاح عن تلك الأعداد فيما تجددت اليوم اشتباكات بين الأمن العراقي ومحتجين في مناطق مختلفة من العراق المزيد يرصده التقرير التالي ثم نعود إلى محور الحلقة يوم تاسع وجديد من ثورة المطالبة بالحقوق ساحة التحرير وسط بغداد وساحة مدن الجنوب في البصرة والناصرية والإعمارة والكوت والحلة والنجف وكربلاء شهدت تجددا للتظاهرات الشعبية بمشاركة عوائل بكامل عدد أفرادها متظاهر بغداد سعو الاقتحام المنطقة الخضراء مما دفع القوات المعنية لنرد بوابل غير مبرر من الغازات المسيلة للدموع التي أدت لمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة عشرات وأغلق متظاهر مدينة البصرة ميناء أمقصر الرئيسي وذلك لليوم الرابع على التوالي وقد سقط منهم مئة شخص على الأقل بين قتيل وجريح هذه الحكومة باعت البلد باعت الوطن الوطن ما يكن باعت الوطن كي شو ما بل بيه أحزاب ماري أي حزب ماري حزب باعت يخوض البلد كل العراق يأخذ حقوقها من عراضي من استحقاقات من التحيينات من الرواتب من كل شيء للعراقيين ما يطلع ولا دنب خارج العراق ولا دينار منظمات الإنسانية دعت وبئ الحاحل لإيقاف استخدام قنابل الغازات المسيلة للدموع المصنوعة خصيصا للقتل واختراق الجماجم البشرية فيما منع متظاهرون غاضبون قوات الأمن من غلق الطرق الرئيسية المؤدية لساحة التحرير اليوم بلغونا قالوا رح يقطعون الامدادات عليكم هذا الشارع طب من عدة الإسعافات والمواد الأولية والإسعافات ما لسيارات التكتك العفو طبوا بالامدادات مادنة والمي والأكل فبلغونا نسيت جمعنا مجموعة خلال دقائق اجينا ركض نركض ركض اجيوا الشباب عافوا كلهم وعافوا قاعدهم وناس نايمين قاعدناهم اجينا من عناهم وشلنا الصبات وما نروح مننا إلا يشيلون كل الصبات ويرجعوه بسياراتهم وتوقفت الكتل السياسية عن مفاوضاتها للاستجابة لمطالب المتظاهرين مع رفض كل طرف التنازل عن مكاسبه ومغانمه فيما رفض رئيس الحكومة عادل عبد المهدي تقديم الاستقالة أو تحديد موعد لإجراء انتخابات نيابية المبكرة بأسادهم فقط وما يحملونه من علامة عراقية اجبر المتظاهرون قوات الامن على رفع الصبات الكنكريتية والحواجز التي تم وضعها لمنع الوصول إلى ساحة التحرير لبرنامج مجمل القول إيثار إبراهيم بغداد أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام في الملف الثالث والأخير من هذه الحلقة في مجمل القول لدينا الملف العراقي نرحب في البداية بضيفنا الذي انضم إلينا أخيرا من بغداد النجم عبد الجبوري المحلل السياسي وأيضا وجدد الترحيب بدكتور خالد باطل في من جدة المحلل والكاتب السياسي أهلا وسهلا بكم ولعلي أبدأ من بغداد العنوان الأوضح هو سقوط قتيل هذا اليوم وعشرات الجرحى بالرغم من هذه المظاهرات السلمية إلا أنها تجابه بوابل من القنابل المسيلة للدموع التي تأخذ حجم وأضرار تعد عشرة أضعاف أقوى من المعتاد على المستوى العالمي كيف تعلق سيد نجم بدءا تحية طيبة لك وإلى الأخ الصديق دكتور خالد وإلى كل المشاهدين الكرام أحنا مسأحنا بالتأكيد هذا ما حضرنا منه في السنوات الماضية وكتبنا من المقالات بأنه لابد أن تكون عدالة اجتماعية وتوزيع الثروات للمكونات المجتمعية وبعيدا عن الأحزاب التي تقدمت وشاخت أما الآن تأخرت وتلاشت وهذا دليل القاطع بأن أغلب الأحزاب كانت وما زالت تعتقد نفسها بأن ولاءها وانتماءها ليس للعراق والعراقيين وإنما لإيران وغير إيران وهذا اليوم نجد هناك شعارات ترفع حتى في كربلاء المقدسة وفي النجف الأشراف وفي كثير من المدن العراقية بأن العراق حر حر أو البغداد حر حر إيران بره بره إذن هذه التظاهرات تشير إلى أن هذه الرؤية قد تغيرت وإلى أن كل المكونات العراقية قد توحدت ضد عدو خارجي يحاول أن يمتص خيرات العراق أنا يوميا متواجد في ساحة التحرير في بغداد وهذا هنا مكتبكم قريب إلى ساحة التحرير التي يتواجد فيها كل المكونات وكل الأعمار لأول مرة في ثورات العالم وفي احتجاجات وتظاهرات أنا شاهدت لم أسمع أو أقرأ كتابا بأن التظاهرات تخرج كثير من المستويات وكثير من العنصر النسوي ووصل الحال إلى تلاميذ مدارس فتدائية ووصل الحال إلى تلاميذ الروضة كلها تطالب أنا أريد وطن ولم يرفع إلا شعار العراق وهذا يعني أنه أصبح هناك وعيا حقيقيا وواقعيا بأن العراقي يكره الوصاية ويكره التبعية التي جاءت مع كثير من الأحزاب التي هيمنت وسيطرت على مقومات وثروات الدولة العراقية أما التعرض والتعدي على المحتجين والمتظاهرين اليوم فيهم قصر كانت هناك بعض الصراعات وبعض الاعتداءات على المتظاهرين بعد غلق الميناء أربعة أيام وكذلك هناك تعطيذ للمدارس لأن على ما يبدو نقابة المعلمين قد مددت بعدم الدوام والذهاب إلى المدارس وحتى بعض الدوائر إذن لأول مرة منذ 2003 إلى 2011 نجد هناك توحيد في الرؤية توحيد بجتمعيا توحيد عشائريا توحيد دينيا وهذا دليل قاطع بأنها ترفض لكن هل تستمر الحكومة والأحزاب تستمر بهذا العناد أنا أعتقد غدا أو بعد غد سنعود إلى هذا السؤال سيد نجم سأعود إلى هذا السؤال بعد أن أأخذ تعليق من ضيفي في جدة دكتور خالد دكتور خالد إلى أي مدى ترى أن المتظاهرين حققوا ولو جزء من مطالبهم في الشارع العراقي أنا أعتقد أن هناك رابط قوي ما بين ما يحدث في بغداد ما يحدث في بيروت وبقية المدن العراقية واللبنانية أن الشعبين العراقي واللبناني خرجوا ضد الوصايا الإيرانية خرجوا ضد الفساد ضد المحاصصة الطائفية خرجوا وهم يرفعون أعلام بلادهم بعيدا عن الانتماءات الحزبية والشعارات الطائفية ولذلك أنا أعتقد أن هذا الزحف المقدس من هذه الشعوب من أجل أوطانها ومن أجل حريتها وكرامتها سينجح في نهاية المطاف هو زحف بطيء ولكنه أقلق العمائم في طهران وفي بيروت وفي العراق قلقا كبيرا حتى أن خامئني خرج أكثر من مرة يندد روحاني تكلم عن هذه المسألة قاسم سليماني طار إلى بغداد حسن نصر الله يكاد يتكلم كل يوم كل هذا قلق وخوف لأنهم يعلمون بأن هذه الجماهير خرجت بعد أن كشفت أنهم هم عملاء لإيران وأنهم سبب ما هم فيه من ترد الأوضاع المعيشية والاقتصادية والإنسانية في بلادهم صحيح أن النتائج لم تحقق كثير من الأهداف التي خرج المتظاهرون من أجلها ولكن أنا أعتقد أنهم إذا استمروا أسابيع ربما يحتاج الأمر لشهور إلا أنه في نهاية المطاف سيتحقق ذلك كما تحقق للسودانيين والجزائريين نعم دكتور خالد هذا الاستمرار في الشوارع في العراق وأيضا في لبنان هل سيكسر تصلب الكتلة السياسية ويدفعها للتنازل عن المكتسبات وأيضا للرضوخ لمطالبات الشعب في الشارع في النهاية سيحققون ولو جزءا كبيرا من أهدافهم الفرق هنا أن الجيش في الجزائر والسودان وقف إلى جانب المتظاهرين وحقق كثير من مطالبهم هنا لا نجد نفس الوقف من القوات الأمنية ومن الجيش في العراق والإبنان ولذلك ربما يكون المسألة أصعب قليلا لكن في النهاية يجب أن يرضخوا الاقتصاد لا يستصيع السمود لفترة طويلة وبالتالي ستنقطع معاشات ورواتب ومصالح هذه الطغمة الحاكمة وسيضطرون للتعامل مع الوضع ولتلبية المطالب وإن لم تكن كلها فعلى أقل كثير منها نعم أعود مرة أخرى لسيد ناجم سيد ناجم برغم من أن ما يحدث في العراق وحد العراقيين ونحن نشاهد كل العراقيين حتى في الجنوب العراقي في البصرة والناصرية وكربلاء رفعوا لافتات المنددة بقاسمي وأيضا التدخل الإيراني في الشأن العراقي إذن من يقوم بكسر شوكة هؤلاء المتظاهرين وإطلاق الغاز المسيل للدموع والحاق الأذى وقتل المتظاهرين يعني بداية أنا كتبت وغردت في بداية التواهرات ثم حصلت في بيروت قلت ما يجري في بغداد يجري الآن في بيروت وما سيجري في لبنان يجري في العراق بالتأكيد يعني التمدد الإيراني هو موجود في الأراضي اللبنانية وموجود في الأراضي العراقية أما الاعتداءات وأطلاق بعض مسيل الدموع إلى هذه اللحظة لم تكشف من هي الجهات التي تقوم لكن نحن نرى منذ أيام في ساحة التحرير في بغداد بأن الشرطة الاتحادية والشرطة المتواجدين في أطراف هذه الساحة لم يحملوا السلاح لأن بعد إقالة خمسة مسؤولين كبار عسكريين منهم قاد عمليات بغداد الربيعي وكذلك نائبه ومدير شرطة النجف ومدير شرطة الديوانية ومدير شرطة موحوظ الكوت بعد إقالتهم أصبح الخوف عد المنتسب الأمني بأنه لا يستطيع أن يؤدي واجبة أو يقوم ببعض المهام وبالتالي اليوم هذه اللجنة التي شكلت من الحكومة من الوزراء هم كانوا يفترض عليهم إقالة وزيري الداخلية والدفاع هم مسؤولين عن حياة وأمن الناس لكن هذا تأكيد بأن الوزراء الأمنيين قد فرضوا على رئيس الوزراء ولم يتموا حاسبتهم أو إعقابتهم سيد نجم أريد أن أسألك عن تصريحات الحلبوسي هذا اليوم والذي سيقول أو قال أننا نعمل على إيجاد إجراءات تعديلات في الدستور وهذا بمشاركة ممثلي من الشعب العراقي كيف تعلق على هذا القول وعلى المجمل تصريحات الحلبوسي نحن الآن غادرنا الإصلاحات وغادرنا الشعارات اليوم المتظاهر في بغداد والمحافظات الأخرى تطالب بالتغيير وبعد التغيير يكون إصلاح ما الأسباب؟ الأسباب عديدة وكثيرة لأن عدم الثقة من قبل المواطن باتجاه كل الأحزاب الموجودة في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية الأمر الآخر يتوجب الآن وهناك مطالب حقيقية منها إقالة أو استقالة الحكومة وحل البرلمان قبل أن يحل البرلمان يفترض ويشترط عليه تعديل قانون الانتخابات لأن الإجحاف والظلم الذي يقع على شخصيات عشائرية على شخصيات دينية على شخصيات ثقافية لا تستطيع الفوز بأصوات حتى لو حصلت على 20 ألف صوت بينما مرشحين بأحزاب متلفذة يحصل على 200 أو 300 صوت يصل إلى مجلس النواف لماذا؟ لأن القانون يمنح للكتل الشكل الكبير والأحزاب التي تمتلك السلطة وتمتلك الثروة تصعد بلا أصوات لأنها أولا مسيطرة على مفوضية الانتخابات هذه المفوضية المشرفة على الانتخابات من 9 أعضاء أغلبهم إن لم يكن كلهم يتم ترشيحهم من الأحزاب وبالتالي يستطيعون تغيير الأصوات أو تغيير إبعاد الفائز وصعود الخاسر لو استطاعت هذه الجماهير بضغوطات تغيير وتعديل قانون الانتخابات أنا أعتقد هذا أكبر مكسب إذن هذا ما نرجوه سيد نجم اسمح لي لم يعد لدي المزيد من الوقت السيد نجم عبدالجبوري محلل سياسي كنت معنا من بغداد لك جزيل الشكر والشكر يمتد إلى ضيفي في جدة الذي بقي معنا على مدى هذه الحلقة الدكتور خالد باطر في الكاتب والمحلل السياسي الشكر يمتد لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء حتى نلتقي في حلقة قادمة دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة